اخبر بالمهدي هو الإمام الباقر هو الإمام الصادق هو الإمام الكاظم هو الإمام الرضا لا يعلمون لكن كانوا معمورين بالانتظار في هذا الحديث الإمام يقول الإمام الصادق إن في صاحب هذا الأمر شبها من يوسف يقول للراوي أنا لست المهدي الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وآله شنو الشبه في يوسف قال قلت له كأنك تذكره حياته أو غيبته شنو الشبه في يوسف أنه حي لم يمت خلافا لما زعموه من أن الذئب أكله أو أنه غائب فقال لي وما ينكر من ذلك شنو المشكلة الله شاء في الأمة الماضية في الأمم الماضية أن يحفظ يوسف على رغم أنهم كادوا له كيدا وأرادوا أن يقتلوه أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين إلى أن يقول قال قال منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب فقال لي وما ينكر من ذلك إذا الله شاء في الأمم السابقة أن يحفظ يوسف ثم شاء أن يغيب يوسف عن أبيه وعن قومه أربعين عاما فترة طويلة شنو المشكلة أن يشاء مثل ذلك في هذه الأمة ثم قال هذه الأمة أشباه الخنازير يبين أن الذي يسمع الحق لكن ينكره من غير برهان هذا رجس الخنزير رجس مادي الله خلقه بهذه الكيفية الإنسان الذي ينكر الحق بعوضوح دلائل الحق يعاند هذا رجس معنوي ومادي أيضا الآية شنو تقول أولئك كالأنعام بل هم أضل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة